عزائي طالبات وطلبة الصف الثاني الإعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في برنامج مدرسة على الهب أنتوا في الحلقة السابقة مع مستر عادل كنت درست نتائج على المثلث المتساوي الصقيد في حلقة اليوم إحنا حنحل تمرين على هذه النتائج طيب هي كتك النتائج بتقول إيه؟ بتقول لك لو أنا عندي مثلث متساوي الصقيد المتوسط المرسوم من رأس المثلث المتساوي الصقيد يكون عموديا على القعدة وينصف زاوية الرأس طيب لو أنا عندي مثلث متساوي الصقيد وفي مستقيم بينصف زاوية الرأس حيكون عمودي على القعدة وينصفه طيب لو عندي مستقيم مر برأس المثلث المتساوي الصقيد وعموديا على القعدة حينصفها وينصف زاوية الرأس بص كده معي على الشاشة بيقول لي قادي المسلس اهو الف به جيم وقادي التلات حالات امامك او التلات نتائج ده مسلس متساوي الساقين وعندك الف دال متوسط تعال نشوف نستنتج ايه الاتنين التانين اللي انت شايفهم حينصف زاوة الرأس ويكون عمودي على القاعدة اقول له كده في المسلس الف به جيم بما ان عندي الف به يساوي الف جيم والف دال ده عبر عن ايه متوسط فيه اذا يحصل الاتنين التانين دول ان دال حتكون منتصف به جيم والحاجة التانية ان الف دال ده حيكون عمودي على به جيم طيب تعال نشوف التانية عندي التانية عبارة عن مسلس الف به جيم ايضا متساوي الساقين طيب وعندك المستقيم الف دال ده بينصف زاوة الرأس يحصل لاتنين التانين اللي هي الحالة الاولى والتالتة انه هيعمل ايه؟ حينصف القاعدة ويكون عمودي عليها اقول له في المسلس الف به جيم بما ان الف به يساوي الف جيم وعند ايه كمان؟ ان المستقيم الف دال ده ينصف زاوية به الف جيم اذا يحصل الحاكتين التانيين ان دال هتكون منتصف به جيم والتانية ايه؟ اني عندي الالف دال ده هيكون عمودي علي ال به جيم طيب التالتة خد بالك بقى اني عندي مسلس متساوي الساقين والمستقيم الف دال عمودي علي القاعدة ينتج لاتنين التانيين اللي هو حينصف القاعدة وينصف زاوية الرأس اقول له فيه المسلس الف به جيم بما ان يا طرى المسلس الف بي بيساوي الف جيم يعني متساوي الساقين وعند ايه كمان؟ المستقيم الف دال ده عمودي علي به جيم اذا يحصل لاتنين التانيين ايه هم يلا شاطرين مين حيقولهم لي؟ بالزبط كده يا مستر تبقى دال منتصف به جيم والحاجة التانية اني الف دال ده ينصف زاوية به الف جيم طيب ايه با كده استنتجنا التلات نتائج؟ لو انا عندي خد بلك تلات حاجات مستقيم بينصف القاعدة يبا حيكون عمودي عليها وينصف زاوية الرأس المستقيم المر برأس المسلس المتساوي الساقين وينصف زاوية الرأس حيكون عمودي على القاعدة وينصفها المستقيم المر برأس المسلس المتساوي الساقين وعمودي على القاعدة حينصفها وينصف زاوية الرأس دول كده التلات نتائج طب بص كده معايا بقى على محور تماسل القطعة المستقيمة احنا عارفين يعني ايه قطعة مستقيمة القطعة المستقيمة هي مجموعة من النقاط خلاص لها بداية ولها نهاية معايا تليفون علو سلام عليكم اسم حازم مين معايا انا حازم من القاهرة اهلا بك يا حازم اتفضل انا عند اسأل على نتائج المسلقة اتفضل قول بيقول هنا الف به جيم دال شكل رباعي ايوة ثواني دي واحد الف به جيم دال شكل رباعي فيه الف دال فيه الف دال شعاع ايوة يوازي به جيم شعاع يوازي به جيم شعاع ها وبه دال شعاع ينصف وبه دال ينصف الف به جيم الف به جيم زاوية ها اه اه زاوية الف به جيم ها قول والف هير شعيع والف هير ها شعيع ينصف به ألف دا زاوي وألف ينصف زاوي به ألف دا تمام بيقول لي هنا أثبت أن ألف بي بي يساوي ألف دا والف هير قطع مستقيمة تتعامد على بي دا أثبت أن إيه رقم واحد ألف بي يساوي ألف دا ألف بي ساوي ألف دا أتنين آآ 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 آ يوازي بهجين. المفروض دل كده متوازين. بهدال ينصف زاوية الف بهجين. الف بهجين يبقى اعمل كده. بيقول لي بهدال ينصف هذه الزاوية. اهي. يبقى ده كده. ينصف الزاوية دي كده. تمام. وعندي الف هي ينصف زاوية به الف دال. يبقى ده كده. بينصف هذه الزاوية. اثبت ان الف به يساوي الف دال. عاوز اثبت اني ده بيساوي دال. والحاجة التانية انه الف هي عمودي على به دال. الف هي. طب فين بقى ال هي؟ انت مش معايا بيقول لي الف هي ونصف زاوية بيه الف دال. اللي هي هي تبقى هنا في النص دي كده. صحي كده الرسمة؟ حازم معايا؟ حازم. واضح انه حازم مش معايا دلوقتي. طبعا انا عندي المفترض عندي الف بهجيم طبعا ده بينصف الزاوية وده بينصف الزاوية طيب انا عشان وده بينصف الزاوية بص كده في توازي بحرف الز دي بس زاوية دي بتساوي الزاوية دي. اه خد بالك بقى. طب ماهي لما دي بتساوي دي اصبح المسلس الف بهجيم ده مسلس متساوي الصاقين. الله مسلس متساوي الصاقين اللي هم دول كده حيساوي بعض. وعندي به ايه ده بينصف زاوية الرأس ماذا استنتج هيكون عمودي على القاعدة وايه كمان وينصفها وكده طبعا تعال نشوف بقى التانية برضو من التوازي خد بالك انا عندي ده كده طب ما هيدي بتساوي دي ينتج ايه كمان انا عندي ده كده بيساوي ده يبا الزاوية دي بتساوي الزاوية دي طيب استنتج من كده يبا الزاوية دي بتساوي دي بالايه بالتبادل عندك المسلس الف بهدال ده ايضا هيبا عندي الف هي ده بنصف زاوية الف بهدال هيبا هيكون عمودي على القاعدة وايه وينصفها زي ما شوفنا دلوقتي طيب احنا لازلنا شغالين في نتائج المسلس المتساوي الساقين حننتقل دلوقتي النقطة تانية وهي محور تماثل القطعة المستقيمة بص كده معايا انا عندي الف بيدي قطعة مستقيمة المستقيم لمدة خد بالك كان اعبارة عن ايه عمودي عليها من منتصف يسمى محور تماثل هذه القطعة المستقيمة يبا القطعة المستقيمة لها محور تماثل واحد ايه هو هو المستقيم العمودي عليها منين من منتصف في بقى خاصية مهمة جدا خد بالك بتقولي ايه اي نقطة على محور تماثل قطعة مستقيمة تكون على بعدين متساويين من طرفيها والعكس صحيح احنا اتفقنا ان المستقيم لمدة هو محور تماثل هذه القطعة المستقيمة لو انا خدت نقطة زي دال كده يبقى عندك ايه حسب هذه الخاصية يبقى الف دال ده حيساوي مين حيساوي الف بيه ليه بقى بتقولك الخاصية اي نقطة على محور تماثل القطعة المستقيمة اللي هو المستقيم لمد حتكون على بعدين متساويين من طرفيها يعني لما قلوا كده اني عندي لمدة محور تماثل القطعة المستقيمة ودال دي نقطة تنتمي لهذا المستقيم لمد استنتج من كده اني الف دال بتساوي ايه بتساوي به دال والعكس صحيح انت لو لقيت نقطة وكانت على بعدين متساويين من طرفي قطعة مستقيمة يبقى هذه النقطة تنتمي لمحور تماثل القطعة المستقيمة طيب تعالى بقى نتكلم عن محاور التماسل احنا عرفنا دلوقتي ان القطعة المستقيمة لها محور تماثل واحد هو المستقيم العمودي عليها منين من منتصر طب يا طرى بقى بالنسبة للمسلس احنا عندنا تلات انواع في مسلس متساوي الاضلع في مسلس متساوي السقين وهناك مسلس مختلف الاضلع يا طرى بقى تعالى نشوف محاور تماثل كل واحد فيه بالنسبة بص كده معي على الشاشة عندي انواع المسلس ههو الاول متساوي السقين التاني متساوي الاضلع التالت مختلف الاضلع تعالى نشوف محاور التماسل احنا عارفين ان محور تماثل المسلس هو المستقيم اللي يقسمه الى نصفين متطبقين او يحول الشكل الى ايه الى نفسه يطرى المسلس المتساوي الصقيم ليه كم محور تماثل بص كده معي هتلاقوا له محور تماثل واحد اللي هو مين اللي هو المستقيم المر بالرأس ده وعموديا على ايه على القعدة يبقى عدد محاور التماثل هنا كام هنا واحد طيب التاني مسلس متساوي الاضلع يطرى ليه كم محور تماثل ادي واحد اهو مستقيم المر بالالف وعمودي على القعدة اللي هي به جيم طيب التاني برضو مستقيم حيمر بالرأس به وايضا هيكون عموديا على الايه الضلع اللي هو الف جيم التالت اهو اللي هو مر بالرأس جيم يبقى عندي كم محور تماثل عندك تلات محاور تماثل زي ما انت شايف طيب بالنسبة للمسلس المختلف الاضلع ده طبعا ليه تلاته المختلف الاضلع ليس له محاور تماثل يبقى كده استنتجنا تلات حاجات المسلس المتساوي السقين له محور تماثل واحد هو المستقيم المر برأسه وعموديا على القاعدة التاني المسلس المتساوي الأضلع له ثلاث محاور تماثل اللي هي المستقيمات المرة بالرأس وعموديا على القاعدة بينما المسلس المختلف الأضلع ليس له محاور تماثل تعال كده ننتقل إلى تمرين على نتائج المسلس المتساوي الساقط بص معي بيقول لي فيه الشكل المقابل الشكل ده عبارة عن ألف بي ساوي ألف جيم يعني مسلس متساوي الساقي وبه جيم يساوي عشر سنتمتر وقياس زاوية به ألف دال بتساوي تلاتين درجة وألف دال عمودي على به جيم أوجد طول كل من به دال وألف دال الحاجة التانية مع عدد محاور تماثل المسلس ألف به جيم وأخيرا ما مساحة المسلس ألف به جيم طيب أنا عشان أحل التمرين زي كده أبدأ كده أقول له إيه فيه المسلس المسلس اللي أمامك ده اسمه إيه اسمه يا مستر ألف به جيم أقول له كده فيه المسلس ألف به جيم بما أنا المسلس ده متساوي الساقيين يعني ألف به يساوي ألف جيم طيب خد بالك بقى ده مسلس متساوي الساقيين ولقيت نتيجة من نتائج أمامك من شطر حيقولها لي برافو عليك إن عندي ألف ده له عمودي على به جيم أقول له كده فاصلة إن ألف ده له عمودي على به جيم إذن من شطر حيقول لي استنتجي إحنا اتفقنا فيه ثلاث حاجات لو لقيت مسلس متساوي الساقيين مستقيم مر بالرأس عمودي على القاعدة يحصل لتنين التانيين إيه هي برافو عليك ينصف زاوية الرأس وينصف القاعدة أدي عندي إيه الحالة دي إذن تبقى دال منتصف منتصف مين به جيم؟ الله طب ما كان بيقول لك أنا عاوز طولي البيه دال أقوله بما أن به جيم بتسوي عشرة سنتيمتر إذن به دال مش الدال هتبقى في المنتصف؟ أيوة يا مستر يبقى به دال هتسوي كم؟ خمسة سنتيمتر والدال جيم خمسة سنتيمتر طيب بيقول لي بعد كده إيه ده كان المطلوب الأول أظن به دال عايز كمان طولي الألف دال اللي هو ده طيب أنا عشان أجيب الألف دال خد بالك بقى شاف المسلس ده؟ أنا كده عرفت ده بكام بخمسة سنتيمتر أنا عندي منحوزة بقى إن المسلس ألف دال به ده مسلس يا مستر قائم الزاوية وفي زاوية قياسها تلاتين درجة إحنا قلنا أن هذا المسلس يسمى مسلس تلاتين ستين يعني في زاوية تلاتين إيه بس زاوية الثانية دي ستين درجة اللي هي زاوية البيت من شاطري يقول لي لما يكون عندي مسلس قائم الزاوية وفي زاوية تلاتين ماذا أستنتج؟ رفع ليه واحد قال لي يا مستر الضلع المقابل للزاوية تلاتين تساوي نصف طول الوطن مين الضلع المقابل للزاوية تلاتين اللي هو به دال ده طوله كم من عرفته بخمسة يبقى الوطر ألف بيه بكام؟ يبقى بعاشرة سنتيمتر أقول له كده بما أن الأول فيه المسلس ألف دال به هذا المسلس قائم الزاوية فين في دال أهو بما أن قياس زاوية به ألف دال بتساوي تلاتين درجة كلكم شاطرين وعرفينها إذن يبقى الضلع المقابل لها اللي هو به دال يسوي نصف الوطر اللي هو ألف بيه إذن الوطر ألف بيه تسوي كام؟ عاشرة سنتيمتر خد بالك هو ما كانش عاوز الوطر ألف بيه هو عاوز مين؟ عاوز طولي الألف دال طب أنا حديك ملحوظة بقى واحد يقول له مستر المسلس ألف دال به ده قائم الزاوية في دال أنا عندي الوطر وعندي ضلع أقدر أجيب الضلع الثالث أقدر من نظرات في صغورس أن ألف ده اللي يسوي الجزر التربيعي لعشرة تربيع ناقص خمسة تربيع واحد يقول لي بقى فيه ملحوظة مستر أنا حقول هالك إيه هي؟ المسلس ده احنا قلنا اسمه إيه؟ مسلس تلاتين ستين الضلع المقابل للزاوية تلاتين يسوي نصف طول الوطر طب المقابل للزاوية ستين قالك يسوي نصف طول الوطر في جزر تلاتة الوطر عشرة نصف خمسة يبقى خمسة في جزر تلاتة احنا خدناها في الجابر بقى بخمسة جزر تلاتة سنتين أو ما أقول له كده بقى بص كده أكمل بما أن أنا عندي بقى قياس زاوية به بتساوي ستين درجة اللي أنا لسه أقيله دلوقتي أو بما أن قياس زاوية به تساوي ستين درجة إذن الضلع المقابل لها عبارة عن نصف طول الوطر في جزر تلاتة المقابل لها اللي هو ألف دال نصف الوطر خمسة في جزر تلاتة بخمسة جزر تلاتة سنتين كده أنا عرفت طول إيه إيه الألف دال وجبت البيه دال المطلوب المطلوب اللي بعده بيقول لك عدد محاور تماسل المسلس ألف بيجيب المسلس ألف بيجيب احنا لسه قلين دلوقتي عندي تلات أنواع فيه مسلس متساوي الساقين فيه مسلس متساوي الأضلع فيه مسلس مختلف الأضلع ده إيه؟ ده مسلس متساوي الساقين أقوله بما أن المسلس ألف بيجيب متساوي الساقين إذن ليه كم محور تماثل؟ له محور تماثل واحد يبعدد محاور التماثل هنا كام؟ واحد فقط طب المطلوب الثالث كان بيقول لك هات لي مساحة المسلس ألف بيجيب السؤال هو مساحة المسلس بتساوي إيه؟ برافو واحد ردي وقال يا مستر مساحة المسلس بتساوي نص طول القعدة في طول الارتفاع قعدته مين؟ قعدته بهجيم الارتفاع هو مين؟ الارتفاع هو ألف دال طب ما أنا عندي البيهجيم بعشرة والألف دال أنا لسه جايبه بخمسة جزر تلاتة أقدر أجيب المساحة؟ أيوة يا مستر يبقى نص في عشرة في خمسة جزر تلاتة أقول له كده بص كده أهو إذن مساحة المسلس ألف بهجيم تساوي نص القعدة اللي هي بهجيم في الارتفاع اللي هو ألف دال يعني بتساوي نص في عشرة في خمسة جزر تلاتة تساوي خمسة وعشرين جزر تلاتة سنتيمتر مربع كده أنا جبت مساحة المسلس إحنا زي ما إحنا شفنا كده ده كان على نتيجة من نتائج المسلس المتساوي الصفيد أنا لقيت مسلس متساوي الصفيد وعندك المستقيم هنا كان عمودي على القعدة استنتجت حاجة إن الدل حتكون منتصف في القعدة بهجيم وعرفت منها طول البيهدال في ملحوظة تانية إحنا كنا درسناها لما تلاقي مسلس قائم الزاوية وفي زاوية قياسها تلاتين هذا المسلس يسمى تلاتين ستين الدلع المقابل للزاوية تلاتين يسوي نص في طول الوطر طب المقابل للزاوية ستين يسوي نص طول الوطر في جزر تلاتة بطريقة تانية واحد يقول لها مستر ممكن أجيبه عن طريق نظرات في صغورس أقول لك عادي من عند الوطر وعند ضلع يبقى الجزر التربيعي لمربع الوطر ناقص مربع الضلع وعرفنا كمان مساحة المسلس نص طول القعدة في طول الارتفاع تعالى ننتقل إلى تمرين آخر بيقول لي فيه الشكل المقابل ألف به جيم مسلس فيه ألف به تساوي ألف جيم الله يعني دايما يا مستر مسلس متساوي الساقين عند الشعاء ألف به ينصف زاوية به ألف جيم وعند ألف به تقاطع به جيم يساوي هي ودل تنتمل ألف به برهن أن به تساوي نص به جيم بعد كده عاوز يثبت أن به دل تساوي جيم داي جميل بوصي بقى أنا برضو دي على نتيجة من نتائج المسلس المتساوي الساقين بش أنا عندي مسلس أو آلف به جيم متساوي الساقين أكتب أقول له إيه في المسلس آلف به جيم بما أنه ده متساوي الساقين يعني آلف به تساوي آلف جيم جميل أنا عندي حاجة تانية عندك المستقيم أهو اللي هو ألف هي ده بينصف زاوية الرأس صحي كده أقول له بما أنه ويه ألف هي أهو ينصف زاوية به ألف جيم يلا بقى حد شاطر يرد علي أنا اتفقنا في بداية الحلقة إيه إن أنا لو عندي مسلس متساوي الساقين عندي ثلاث نتائج إذا دك حاجة ينتج لاتنين التانيين عندي مسلس متساوي الساقين وعندي مستقيم يمر برأس المسلس وينصف زاوية الرأس إيه اللي يحصل برافو عليك واحد قال لي يا مستر هيكون عمودي على القاعدة وينصفها ودي الحالة التانية أقول له إذن يلا اللي إحنا قلنا دلوقت يبقى عندي هي منتصف بهجي يعني إذن به بتساوي نص بهجي أعتقد ده كان المطلوب معايا في السؤال آه يبقى دي كده أدي دي كده هي منتصف بهجي وإيه كمان وحينتج كمان إن ألف هي الحاجة التانية هو إن ألف هي ده هيكون عمودي على مين على بهجي يبقى عندك هنا زاوية قائمة الله ده هو عاوز يثبت إيه بعد كده كمان إن بهدل تساوي جيم دال الله مش بهجيم دي عبارة عن قطعة مستقيمة آه لها بداية ولها نهاية به ونهايتها جيم طيب وعندي بقى المستقيم ألف هي طلع عمودي عليها هو من منتصفها يبقى المستقيم ألف هي ده يسمى إيه برافو عليك واحد قال يا مستر يبقى محور تماثل القطعة المستقيمة بهجي أقوله بما أن المستقيم ألف هي ده محور تماثل القطعة المستقيمة بهجي لأنه عمودي عليها من منتصفها إذن إحنا خدنا خاصية خد بالك أي نقطة تنتمي لمحور تماثل القطعة المستقيمة تكون على برافو عليك بعدين متساويين من طرفيها أهو بما أن عندي دال تنتمي للمستقيم ألف هي يبقى إذن هتكون على بعدين متساويين من طرفي القطعة المستقيمة اللي هم به وجيم يبقى إذن به دال هتساوي جيم دال وده كان المطلوب التالت في هذا السؤال أوه إحنا كده تكلمنا عن حاجة نتيجة تانية مسلس متساوي الساقين وكان عندي المستقيم بينصف زاوية الرأس استنتجت أنه حيكون عمودي على القاعدة وإيه كمان وينصفها أصبح بقى هذا المستقيم يسمى إيه؟ برافو عليك هو محور تماثل القطعة المستقيم وعرفنا خاصية مهمة إن أي نقطة تنتمي لمحور تماثل القطعة المستقيمة تكون على بعدين متساويين منين من طرفيها تعالوا ننتقل إلى تمرين آخر بص كده معي بيقول لي فيه الشكل المقابل ألف بيساوي ألف جيم أيضا يبقى ده مسلس يا مستر متساوي الساقين وبيساوي كل واحد بعشر سنتيمتر وهيه به تساوي هيه جيم الشعاء ألف هيه تقاطع به جيم يساوي نقطة دل إثبت أن به دل يساوي دل جيم والحاجة التانية إذا كان به جيم يساوي ستة سنتيمتر أوجد طول جيم دل وعايز طول كمان مين طول الألف دل طيب أنا عندي مسلس متساوي الساقين جميل وكل واحد بعشر سنتيمتر وكان البيه هيه يساوي هيه جيم طيب خد بالك بقى أنا عندي البيه هيه دي نقطة تنتمي للشعاع ألف دل وعندك طول البيه هيه بيساوي طول الجيم هيه مش ده أنا لسه أهلها من شوية ده عكس الخاصية إن أنا عندي مستقيم وفي نقطة تنتمي لهذا المستقيم وكانت هذه النقطة على بعدين متساويين من طرفي القطعة المستقيمة ماذا أستنتج؟ برافو عليك أستنتج إيه؟ أن هذا المستقيم يسمى محور تماسل للقطعة المستقيمة اللي هي بيجيمتر وكلمة محور تماسل يعني هيكون برافو عليكم عمودي عليها منين من منتصفها إذن في هذه الحالة يبقى به دل بتساوي دل الجيم دل مطلوب في هذا السؤال تعال كده نشوف بيقول لي إيه؟ بصي بقى أقول له كده في المسلس ألف به جيم أهو في المسلس ألف به جيم بما أن عندي ألف به يساوي ألف جيم خد بالك إن المستقيم ألف دل ده ما هو ده مسلس متساوي السقين بيمر بالرأس بيمر بالرأس يعني برضو قلنا حيكون محور تماثل لي أقول له بما أن هي تنتمي للمستقيم اللي هو ألف دل وكان عندي به هي بتساوي جيم هي إذن في هذه الحالة يبقى المستقيم ألف دل ده محور تماثل للقطعة المستقيمة به جيم وكلمة محور تماثل يعني إذن ألف دل هيكون عمودي على به جيم وإيه كمان وينصفها يعني إيه نصفها يعني الدل دي منتصف ال به جيم يعني عندك ال به دل بتساوي جيم دل إذن به دل تساوي إيه تساوي جيم دل أعتقد ده كان المطلوب الأول إذا كان به جيم يساوي 6 سنتمتر عاوس طول الجيم دل يعني ال به جيم ده كله كده ب 6 سنتمتر يا ترى يبقى الجيم دل بكام الله مش ال به جيم ده ب 6 وقولنا ال به دل بتساوي الدل جيم يبقى كل واحدة بكام بـ 3 سنتمتر يبقى بتساوي هي 3 سنتمتر سنتمتر يبقى الجيم دال بتلاتة سنتمتر طيب ايه المطلوب اللي بعده عاوز طول كمان الالف دال ايه دي الالف دال اللي هو ده كده احنا قلنا ده بتلاتة وده بعشرة يبقى عاوز طول الالف دال اهو طيب ما هو الالف دال ده بقى احنا استنتجنا ان المسلس الف دال به ده مسلس ماله قائم الزاوية ليه لان المستقيم قلنا ده محور تماسل به الجيم يعني عمودي عليها من منتصف اقدر اجيب الالف دال اقدر ازاي بنظرية فيسا غرس تعالوا كده نحلها مع بعض اقوله كده بما ان المسلس اللي هو الف به دال ده قائم الزاوية في دال اهو بما ان المسلس الف به دال ده قائم الزاوية فين في دال ازا اقدر اجيب الالف دال يبقى عندي الف دال تربيع بتساوي الف به تربيع ناقص به دال تربيع عشان دادلها يبقى ازا ان الف دال تربيع بتساوي الف به تربيع مربع ومية ناقص ثلاثة في ثلاثة بكام بتسعة يبقى الف دال تربيع بتساوي واحد وتسعين يبقى الالف دال بتساوي جزر كام واحد وتسعين سنتيمتر كده انا عرفت طول مين طول طيب ده برضو كان تمرين اخر على المسلس المتساوي الساقين ونتيجة من النتائج وايضا الخاصية المهمة اللي احنا قلناها انا عندي مسلس متساوي الساقين وعندي مستقيم زي ما شفنا كده هذا المستقيم مر بالرأس وكان في نقطة على بعدين متساويين من طرفي القطعة المستقيمة في هذه الحالة استنتجت ان هذا المستقيم يسمى محور تماثل للقطعة المستقيمة وكلمة محور تماثل قطعة مستقيمة يعني عمودي عليها من من منتصر بكده اعزائي الطالبات والطلبة نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم انتظرونا بعد الفاصل مع رياضيات للصف الثالث الاعداد